يا أهلا بكل حضراتكم في آخر فقرة في حلقتنا النهاردة من عشر الصفحة في الأهلي الفقرة اللي احنا نتكلم من خلالها عن موضوع مهم جدا الحقيقة شوية زواهر كده بقت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة حتى بين الشباب الصغيرين في السن أنا بكلم حضراتكم عن الشعور بفقدان الطاقة والشعور بالتعب والشعور بالخمول بصفة مستمرة طيب ايه اللي نعمله عشان يعني نبعد بقى عن النوع ده من الاحاسيس والنوع ده من الطاقة المفقودة ده اللي حنعرفه من دكتورة دين أبو السعود اللي من ورانا بحلقات النهاردة صباح الخير يا كريم كله زي الفل الحمد لله يا رب دايب حتى الشباب الصغيرين في السن يعني يتلاقي واحد مثلا عنده تسعتاشر عشرين سنة وليك مش قادر ايه مش قادر ايه وصح ايه اللي خلى الظاهرة دي منتشرة للدرجات الظاهرة دي منتشرة يمكن عشان حاجات كتير قوي يعني الاكل اللي مستحي والشباب دلوقتي طول وقت بيأكلوا بره الام ليها دور اساسي انها لا مش كل يوم اكل بره لازم تاكل خضار في البيت لازم تاكل سلطة في البيت الحاجات دي مهمة جدا للنشاط جدا عدم شرب بينسوا يشربوا ميا الميا مهمة الميا اساس كل حياة للخلايا كلها طيب رجوعا بردو للنقطة الاولانية تمنا بره باكل اكل بردو يعني ممكن يكون نفس الاكل اللي باكله في البيت ولا عشان طريقة التصنيع لا طريقة التصنيع وبعدين الاكل اللي بره الاحلى اللي بيبقى يعني صح طبعا اصلا هيكل سلطة بره ما فيه سلطة اماما بتعملي سلطة في البيت هاكل صوتين بره ما هو لا انا هاكل بقى الاكل الدسم فكل الحاجات دي بتأثر جدا عن نشاط ومهم ان اي حد يعرف يصرع سرعة الايد التمثيل الغذائي من غير تمثيل غذائي فعلا كل مرة اقول مفيش حياة التمثيل الغذائي ان الاكل يتحول لطاقة دي عملية قوية جدا عملية الهضم محتاجة تمثيل غذائي يعني لما يكون فقد الطاقة ده معناها اوتوماتيك ان انا عندي مشكلة في التخزية في التخزية طبعا وصرعة الايد وعدم النوم يعني ممكن مثلا الشباب بيفضلوا الخمسة الصبح نايمين ويصحوا تسعة انت كده ما خدتش يوم ما خدتش النوم الكفاية حتى قلبة اليوم دي غلط طبعا قلبة اليوم لا لان بالليل هو اللي بيحصل حاجة اسمها تنظيف الجسم من السمو والكبد ينظف نفسه والخلايا المنعية بتنتج بالليل وده ما بيحصل شغل بالليل بس بالليل بس بالليل بس عشانت يا ربنا فعلا خلق الليل بالظبط للنوم فلازم برضو ما يقلبوش اليوم ده والاكل لازم يصحوا منهم يفطروا يعني نفطر فطار صحي مش بقول بقى الفطار الخمسة نفطر يعني البيت حلو الخاص حلو الحاجات دي كلها حلوة لو عايزين حاجة تدي طاقة وما تعليش نسبة السكر زيادة نشوات معقدة زي الشوفان الشوفان بيدي طاقة حلوة قوي قوي وما بيعليش نسبة السكر في الدم وبالمناسبة الشوفان فيه ناس بتاخده عشان تزود وزنها وفيه ناس بتاخده هو هو عشان تناقص وزنها مش فاهم هانا الحكاية لا هو الشوفان يعني بيزود الوزن لو انا اخدت منه كتير الكربوهايدرات المعقدة اللي بيزود الوزن دايريكت السكر المصنع يعني تم انا بقول صلاة انت عندك الفلفل الالوان في نسبة سكريات بس طبعية يعني السكر المصنع الابيض اللي بنشتريه دا بيضمر يعني في حالة الشوفان مش الرك بقى مش عالشوفان قدم الرك على طريق التصنيع طريق التصنيع او الاضافات اللي انا بحطها معنا بالزبط بالزبط والاكلة الرئاسية تبقى الضهر مش هبقى اليوم كله برا واجي بالليل اضرب الغدى بتاعي كتير جدا ونام دا الصبح هصحى تعبان جدا طيب احنا دلوقتي متفخين مبدئيا ان طالما عندنا مشكلة بالاحساس الدائم بالخمول والتعب مادام عنديش مشاكل مرضية اه لان افترضنا كده لان حد يقول طب لا راجعوا دكتور كبد طبعا يعني انا كل مرة اقول ان انا بتكلم على الحاجات الكومن من غير مشاكل في الكبد او القلب لان الحاجات دي والرئة او الحاجات دي كلها بتاعمل تاعب وخمول يعني السكر طالما التغذية او نقص التغذية بينتج عنه النوع دا من الامور ايه دور المالتي فيتامينز فيه تدعيم التغذية عشان ما تنعكسش بالسلب على الامور اللي حنام نتكلم عليها دي لازم ناخد فيتامين بي كونبكس بكل انواع فيتامين بي كونبكس داعم للطاقة داعم للطاقة داعم للطاقة فيتامين بي كونبكس فيتامين بي وان و تو و ثريل و فايف文 و سكس طبعا كوبالمين والفوليك أسد والبيوتين كلهم داعمين للطاقة يحولوني الأكل اللي احنا منناكله لطاقة. فيتامين بي كومبلكس الحلوة في قلب مالتي فيت. واللي بيميز قلب مالتي فيت. أنه في كل عائلة فيتامين بي كومبلكس. ممكن تشوف مكملات غذائية أخرى فيها فيتامين بي. بس بيها مثلا 3 أربع مشتقات. لا أنا عندي كل المشتقات داخل قلب مالتي فيت. هذه من ضمن الفروقات بالنوع معين من المالتي فيتامين وأنواع تانية. النسب والنسب والمشتقات فيتامين بي كومبلكس كلها موجودة ولا. لا يعني ممكن أنا مثلا محتاجة كوبالامين فيتامين بي فأروح أشتري مستدرها. ألاقي موجود الثايمين والريبوفلافين مثلا والبيوتين. طيب الكوبالامين فين. الحلوة في قلب مالتي فيت أنك مش هتدوري على أنا عايزة فيتامين بي. بس مش هتعودي بقى تبصي في مكمل غذائي أو يبص في مكمل في الإنجريديينس ويقرأ أن هل فيتامين بي كومبلكس كله موجود ولا لا. فده اللي بيميزنا في قلب مالتي فيت. زي ما احنا شايفين طبعا فيتامين بي بكل أنواع موجودين. بلس الزنك. الزنك مهم قوي. قوي لحاجات كتيرة جدا. جدا الحقيقة الزنك مهم للمناعة. وبيدعم الخصوبة للرجال. والزنك مهم لصحة الشعر للنساء. وصحة دوافرهم. ومعنحة. الكالسيا مهم قوي. الكالسيا مهم بيساعد على تكوين خلايا العظام وتكوين خلايا الأسنان. ومهم لعضلة القلب. وانقباض عضلة القلب. البيوتين وحمض الفوليك موجود داخل قلب مالتي فيت. الداعم جدا للصحة النفسية. على طول بقول برضو من أعراض الخمول وبتاع الضغط العصبي والتوتر والنفسي. والكلام ده كله. بيعلي لي نسبة الكورتزول. فلما الكورتزول يعلى. الكورتزول هو الكورتزول اللي بناخده من بره. لكن الجسم بينتك حاجة اسمها الكورتزول. من الغدة القذرية. ده قاعد يعلى يعلى ما بينزلش. هيلغبط لي هرمونات جسمي كلها. هدخن. هيجيب لي اكتئاب شعق. لما الكورتزول يعلى الشعر يقع. فلازم برضو مع الأكل الصحي ومع قلب مالتي فيت. ندعم الصحة النفسية بتاعتها. أي حد يقدر ياخد قلب مالتي فيت. كل الناس تقدر تاخد قلب مالتي فيت. سيدات رجال حوامل تقدر تاخده. مريض الضغط والسكر. مريض الضغط ومريض السكر ومريض الكوليسترول هو لا يتعارض مع أي دوة هو بياخده. هل في فئة عمرية ما ينفعش تاخده؟ لا. هو ابتداء من 13-14 سنة. أنا بس عندي كونسيرن صغير جدا. أصحاب أمراض الفشل الكلوي. أو التلايوفات القوية جدا في الرئة. دول أكيد بيستشير الدكتور أي حاجة. حتى الأكل اللي بيكلوه بيبقى فيه حاجات معينة ينفع يكلوها. حاجات معينة ينفع يشربوها وحاجات لا. فهم دول بس اللي بيسألوا بس الدكتور. هو وجود يعني كابسولات فيها كل أنواع الفيتامينز اللي إحنا بنتكلم عنها باستمرار. هل ده من شأنه إلى جانب إن هو يساعد على تدعيم الصحة العامة؟ هل فيها أي تطش علاجي؟ فكرة إن أنا يكون جسمي فيه كل يوم الجرعة المطلوبة من الفيتامينز المهمة. هل ده ممكن يكون بيعالج مرض ما مرتبط بنقص الفيتامينز؟ ولا هي بتوقع بس مجرد حالة صحية عامة؟ طب أي يعني مثلا مريض السكر بيشرب قرفة القرفة بيحسن. بس معنى كده أن أنا أسيب الإنسولين مثلا وسيب دنيتي والأدوية بتاعتي وأشرب قرفة. لا يمكن. لا يعني مهمة قوي أن كل ممكن يكون الفيتامينز بتحسن مستوى الكوليسترول. لكن أنا عندي أدوية سيولة لازم أخذها مع أدوية الكوليسترول. يعني عندي حاجات كتير بتكمل بعض. ودي وظيفة الدكتور فبليز يا جماعة ما تخلطوش الأمر بين الدواء والعلاج وبين المكام الغذائي الداعم فقط. الواحد يفضل مستمر قد إيه على المالتي فيتامينز؟ قلب مالتي فيتامينز في كريتو أنه يتخذ لايف ستايل. أولا التركيزات بتاعته زي ما احنا شفنا على الشاشة مناسبة جدا. ما فيش تركيز عندي هيعلق. أولا أنا يوميا محتاجة إنتيك للفيتامينات. يوميا هل أعرف أخذ الفيتامينات من الأكل الصحي بيبقى صعب. وكلها بتستهلك اليوم بيوم يعني النسب دي مش بتتراكم فوق بعض. لا ده يوميا بيتم الاستفادة منها. بالضبط ولو فيه أكسيد بينزل عن طريق البول لأن هي الفيتامينات ووتر صوليبل يعني زائبة في الماء. مش بتتخذر في الخيز. تتراكم بقى على الكلا على الكبد النوع دا من الأمور. لا الكالسيوم الحلو اللي فيه يعني ناس كتير تقول لك إذا أنا هاخد كل يوم كالسيوم أخاف نسبة الكالسيوم تعلى في الدم. وطبعا أنا ما حبش إنه نسبة الكالسيوم أكيد تعلى. لكن ألب مالتي فيه فيه 70 ميلي جرام اليوميا البني آدم الطبيعي اللي مش حامل وكده الحامل بتحتاج أكتر ألف ميلي جرام. طب أمال لو زادت عن كده إيه؟ لا دي بتبقى حاجة بقى هيبتكالسيوم. يا لو كالسيوم عموما نسبته زادت في الجسم. بتحصل مشاكل بقى وأعراض يعني حاجات تانية أمراض صريحة. بالضبط بس الحلوة في قلب مالتي فيت إن التركيز بتاعته مناسبة إن أنا أمشي عليه. الكالسيوم أنا محتاجة ألف أنا عندي سبعين بس في قلب مالتي فيت أنا محتاجة يوميا ألف يوميا أنا عندي في قلب مالتي فيت سبعين فآمن جدا وكمان واخد ترخيص من هيا السلام. والفرق ده بقى هتجيبه من الأكل؟ آه من الأكل اللبن الحليب الجبن الزبادي كل الحاجات دي والبيض طبعا كل الحاجات دي فيها كالسيوم والمقصرات بس ما نقولش مقصرات مش بالكيلو يعني. طيب في عندنا سؤالين وصلنا من المشاهدين سندوس إبراهيم تقول صباح خير على أسرة البرنامج أنا بحب برنامجكم جدا شكرا يا سندوس بتقول كنت عايزة أسأل دكتورة دينا أنا عندي 28 سنة ومؤخرا بقت إيدي بتترعش وبقيت حاسة أن أنا مش قادرة أتحكم فيها فكنت عايزة أعرف أعمل إيه. موضوع الإيدة بتترعش دي موضوع قامل قوي أولا طبعا لازم تعرف نسبة يعني تتحل السكر أكيد سكر العشوائي والتراكمي من علامات أعراض السكر مادة ما عنديش الحمد لله ولا مشكلة بتقع في الأعصاب ما هو السكر بيعمل مشاكل في الأعصاب لأنه بيضيق لي الأوعية الدموية وبيعمل مشاكل في الأعصاب لكن لو إن شاء الله ما عنديش أي حاجة بيبقى وقتها نقص فيتمن بي الدعم جدا للأعصاب فبرشح لها ألف مالتي فيت أكيد هتستخدم كابسولة واحدة في اليوم هتقدر تجيبوا مستهدلية لجنب بيتها وطبعا إحنا عندنا أرقام ظهر على الشاشة اللي عايزين تسألوا أكتر على الجرعات عايزين تسألوا أسئلة أنا ملحيتش أرد عليها في الحلقة عندي كول سنتر موجود يرد على كل الاستفسارات والجرعة المناسبة وكل اللي هم عايزين يقدروا يتكلموا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة ويقدروا حتى يقول لهم استهدلية لجنب بيتهم اللي تقدر يقدر يشتروا بينها كريم سوري مش كريم ألف مالتي بيت جميل إبراهيم حنة بيقول والدتي هتعمل عملية تكميمة عشان وزنها كبير والدكتور قال بعد العملية هتحتاج تاخد فيتامينات فهل مناسب لها أنها تاخد ألف مالتي بيت وعلما بأنها مش بتعاني من أي أمراض مزمنة طبعا أي ست راجل بيخش عملية تكميم الدكتور دايريكت لازم يمشيهم على فيتامينز لونج 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 ترن لأن وقتها ما بيعرفوش يكلوا يعني بيبقى المعدة مش متقدرش تستقبل الأكل الكافي فلازم يمشي على ألف مالتي بيت أكيد برشح لهم ألف مالتي بيت أو يعني لازم يمشي أصدي على المكملات الغذائية برشح لهم ألف مالتي بيت اللي فيه مميزات كتيرة زي ما احنا شايفين على الشاشة على تركيز في الزينك مضاد أكسادها قوي دعم للتمثيل الغذائي دعم للطاقة والتركيز وعدم الخمول والتعب حلو لو أنا دلوقتي بأخذ الحباية دي يوميا كل يوم بعد الفطار أنت كنت أعلن في اللقاء سابق أنه يكون يفضل أنها تتخذ الصبح صحة كده بعد الفطار طيب لو عدت مثلا شهر أو شهرين بأخذ المالتي بيت من بتاعي بشكل منتظم هل هحس بشكل ملموس بشكل واضح بتغيير ما في إحساسي بنفسي وإحساسي بصحتي ولا الحاجات دي ما بتتحسش أول هتحس على طول أن مودك أحسن كتير أول ما التمثيل الغذائي بيعلى عندي والميتابوليزم بتاعي بيعلى المود بتاعي بيتحسن قوي هذا بينعكس على حالة المزاجية طبعا لو ما عنديش تمثيل الغذائي وما عنديش قيد ما عنديش نشاط ما عنديش نشاط عندي اكتئاب يعني أو عندي زهقانة يعني الدنيا اليوم هيعدي أمتى وكلام لكن وانس إن عندي نشاط وعملت كذا حاجة في اليوم أنت من نفسك مودك بيتحسن وعايز أقول لك كل اللي اشتروا فعلا من استاد العوم لألب مالتي فيت كلموا عن طريق برضو الرقم اللي ظهر على الشاشة كل سنتر بيقولي على طول قد إيه مبسطين ورجعوا عملوا ري أوردر على طول سواء مثلا للأم أو للأب أو للأولاد واتبسطوا جدا من نتيجة فمع تكرار استخدام ألبة مالتي فيت المزاج هيتحسن النشاط هيتحسن المناعة هيتحسن لو أنا عندي نقص شوية في المناعة ودي مشكلة على فكرة احنا لازم نعزز منعاتنا جدا احنا كنتنا خدنا بنى من أهمية المناعة بس بعد ما ظهرت كورونا مستجددتها مش بس كورونا ما انت عندك فطريات كمانا ما كناش نحسن التعامل مع الملف ده على أهميته انت عندك فطريات قاتلة يعني الفطر في حاجات كوارث فلازم طول الوقت أدعم مناعتي أنا لسه سمعة نلعيب كورونا في أفريقيا لسه متفرج على قناة مات من الفطر الأسود عشان عنده نقص في المناعة فلازم طول الوقت ندعم مناعتنا لازم نعمل وقاية هو ايه اللي حصل والدنيا بقت مليانة فيروسات على ميكروبات هو ايه اللي استجدد هو فيه فكونا حلوين والله عاشيت زي الفن سبحان الله سبحان الله بس ده يستدعي بالضرورة ان الواحد يكون عنده وعي ويدرك أهمية حفاظه على صحته خصوصا في أوقات انتشار الأوبئة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي للأسف طبعا مهم قوي ألب مالتي فيت طبعا لازم كل مرة أقول المرخص من هيئة سلامة الغذاء بدعم جدا قصة المناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على فيتامين إي وزينك التلاتة ونحاس كل دول عايزين بيدعموا المناعة الاختلافات الرئيسية دينا اللي ما بين ألب مالتي فيت وبين ما شابه من المكاملات الغذائية أو المكاملات أولا ألب مالتي فيت فيه كل مشتقات فيتامين بي كومبليكس هتلاقي في بعض المكاملات الغذائية فيه مشتق أو اثنين أو ثلاثة بالكتير لكن ألب مالتي فيت فيه كل المشتقات عندي في ألب مالتي فيت مازج الزينك مع النحاس ممكن تلاقي مكاملات غذائية تحتوي على زينك بس ومش بحب دعا لازم النحاس مع عشان يدعمه الزينك مش هشتغل من غير نحاس ألب مالتي فيت داعم جدا كمضاد أكسادة فيه فيتامين سي وفيه فيتامين إي اللي اتنين دول أنتي أكسيدنت زي ما احنا شايفين على الشاشة الكابر مع النحاس لازم السي يو دي عشان الناس ما تتلغبطش دي سي يو يعني كابر يعني نحاس السي اي الكالسيوم وعندي الزينك كنت كنت بتقفلي بتحانات الكامستري وانتي في سنة ما عنديش ظر تشكك يعني كل الناس بتغش بينكم دا دا بيحصل كان أنا آخر سنتين كنت تقول على ضفاتي مني ممكن ناس كتير مش عارفة أنا كنت كنت بذكر كتير حياتي كلها كنت مذكرة كيف يا صعبة قوي يا دينا صعبة أنا مش عارفت زي ما تستوعبيها بصراحة ما أنا بقى على طول بالصبح البليل عادة على الكتاب كنا نظري ضاعف والله بس كويس يا دينا مصلحة لنا دينا هو استفدنا بوجودك معنا تسلم يا كريم مرسي طب هل في يعني برضو أي مفاهيم مغلوطة تحب تصححيها للناس اللي مثلا مثلا بتخلط ما بين دور المكمل الغذائي ودور المالتي بيتامين اه طبعا الناس اللي بتفتكر ان المكمل الغذائي او المالتي بيتامين ممكن يبقى ليه دور علاجي مش تدعيم للصحة العامة لا ده خطأ شائع على فكرة والناس كتير بتقع في القصة دي خلوا بالكم يا جماعة لان اكيد الصحة مش بتتعود الرشدة الدكتور دي اهم حاجة احنا منوح للدكتور عشان طبعا الشفاء بيبقى من عند ربنا والدكتور بيبقى عامل مساعد فقط فهو اللي بيديك الدواء المناسبة او مصانع الأدوية معمولة ليه يعني يعني مش ممكن اكيد هو الدواء اللي بيعالج مريض السكر لو من نوع اول من غير انسولين شكرا طيب الفيتامينات مش ممكن هتولد الانسولين مثلا مريض القلب محتاج سيولة محتاج أدوية فيها سيولة مريض المناعة مشاكل مناعية بيحتاج حاجات كورتزونات او مسبتات مناعة تحت اشراف الدكتور هو اللي بيديله نسبة الكورتزونا مش كده بقى لو الواحد يعاني من اكتر من مرض علاجهم يتعارض مع بعض او جزء من العلاج يتعارض مع جزء من العلاج بتاع المرض التاني فبتتوزن ازاي بقى الحكاية ده مع الدكتور يا كريم هو اللي بيعرف يوزنها يعني الدكتور الطبيب المعالج هو اللي طبعا بيوزن الأمور دي كلها وبيعرف يدي الدوزز الصح وان الحاجات متخشش في بعض هو الدكتور فقط مش اي حد تاني ويا ريت الناس ما تفتي يعني ممكن اي محس حال قالوا انا عندي كذا كذا خد جيب كذا لا خد جيب كذا دي انا مقدرش اسمع له انا لازم اروح للدكتور عشان يبقي يكشف مظبوط طبعا لازم كشفه لازم تحليل سي بي سي وتقوي انزيمات كبدا وكلها ووسيولة الدم في قصص كتير مرحش الناس تدي دواء ان انا خبرة انا عشان كابا اقولك بالمرة يعني ايه تعالي برضو يعني عشان دي انا بشوف ان هي قافة موجودة عندنا ومن زمان يعني احنا تلاقينا عيانين في وسط بعضينا نبديت بعض روشتات والده رظيم نصرف لبعض اذا ما نعارب انا بقولك دي نقطة لازم نعمل عليها سترس لان دي بينتج عنها مصايب سودة الحاجة اللي تمشي معي مش بالضرورة تمشي مع الناس لا وكل حاجة طب خلاص خدي مضادة حيوي خدي كل يوم اخد مضادة حيوي لا فيه فيه ادواء ما ينفعش تتاخد غير مع الدكتور لان اتكثرت لو انا بصحي منهم حاس ان انا تعبان والمسكنات انا اعرف ناس تعبانة جسمها وجهها جسمها مش واجهها بتاخد مسكنات ماينفعش خالص كل الحاجات دي بتقصر ايه بس ما اي قلم تبقى انت عايزة تسكيني في ساعتها يعني الصداع مثلا ايوة بس مش هينفع كل يوم اخد ثلاث اربعة حبات مسكنات ده حصل مع ناس بشوفهم قدام عينيه خطر ده ايه طبعا ماينفعش في ايه بقى خطر في ايه؟ لا في حاجات كتيرة يعني المسكنات العمالة على بطال الدكتور حتى يقولك لا عند اللزوم المسكن عند اللزوم فيه ناس ما عندهاش قلم وبتاخد مسكنات بجدد عندها عندها زي ادكت سايكولوجيكلي ادكت اه اننا ده لكن فيه ناس فعلا ما عندهاش قلم وتمشي على المسكنات يعني اتمنى تكون الزروف اللي مرت بنا في الفترة الاخيرة كلنا خلتنا بقينا اكتر حرصا وقصة كمان يا كريم انا حسس بحمودة معده في حد من صحابه يقوله خد الدواء كذا لا المعدة يعني اروح لدكتور جهاز هادمي هو اللي يقولي اخد الدواء ايه ما ممكن تكون انت حسس بحمودة وانت اصلا عندك ارتجاع في المريء موضوع اخر خالص فمش ماينفعش يعني ادوية الجهاز الهادمي بروح لدكتور جهاز هادمي هو اللي يقولي انا اعمل ايه واخد ايه وما اخدش ايه قلب مالتيفيد طبعا داعم ولا يتعرض مع اي ادوية لكن دكاترا موجودين عشان يشخصونا الحالة بتاعتك نصيحة مهمة جدا يعني خير ختام بقى الفقرتنا دي انت نورتين دينا وان شاء الله نشوفك على خير بنشكرك على جودك معنا وبنشكركم مشاهدينا في كل مكان خلصت حلقتنا النهاردة ان شاء الله ننتقي على خير في يوم جديد نتبه حلقة جديدة بعشر صبح في الاهلي صباح الفل شكرا